ونرجع مع بعض طلابنا الغاليين وأول وأهم شي بنبدأ في دائما نتفتح في كل شي في حياتنا هو بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام وعلى أشرف الخلق وسيد المرسلين حبابي اليوم هنكمل البروتينات هو كان الدرس طبعا ما يكون الأطول في الدرس الأول هو موضوع البروتينات فاليوم ان شاء الله خلصنا فصائل الدم باتمنى تكون ثبتتها اليوم ان شاء الله هنكمل شرح في البروتينات هنكمل شرح في البروتينات هلا حبابي البداية بالان بتاته البروتينات هتتكوهة من يش العله حكينا البروتينات هتتكوهة من حمود أمينية من حمود أمينية اعتبر انا عندي حمود أميني مرتبط مع حمود اميني مرتبط مع حمود أميني لحد ما يعطيني حسب عدد معين احنا قلنا ان Aveux 20.11 غير اساسية تصنع في جسم الإنسان وتسعة أساسية تدخل له مع الغذاء واحد الحموض الأميني الأساسي هو تريبتوفان 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 اللي هو يدخل في تركيب هرموني السعادة ثيروتونين هذا الحكي المفروض تكونوا مزكرينه مراجعينه هلا هذا حموض أميني وهذا حموض أميني وهذا حموض أميني الحموض الأميني هاي في النهاية بتتعطيني بروتين طبعا حسب عدد معين يعني بجوزة تكون عددها 12 13 14 8 حسب العدد يعني اللي هو محدد نحن لو مش محددين هون اي عدد طيب هلا هلا حموض أميني ما حموض أميني شو الرابطة رابطة تساهمية ببتدية تساهمية ببتدية هاي الرابطة تربط حموض أميني ما حموض أميني اخر تساهمية ببتدية انا مكتبتش تساهمية فقط عشان اختصارا للمساحة مش اكثر اول وقت لانو سبق وكتبناها طيب هاي الرابطة البيبتدية لا تتم لا تحدث الرابطة البيبتدية الا اذا تم نزع جزئ ما في الدرس الاول من اول لاخره الرابطة تساهمية لقلايكوسيدية التساهمية البيبتدية كل الرابطة التساهمية هذه حتى راح نيجينه قدام في عندي ايش اسمه تساهمية استرية خلوها اجرب هاي اي رابطة تساهمية في جميع انواعها غلايكوسيدية وببتدية او حتى استرية لا تتم الا بنزع جزئ ما عشان تم الرابطة لازم تم نزع جزئ ماء يعني هون تم عندي نزع جزئ ماء عشان تتكون هذه الرابطة البيبتدية وهنا بتم عندي نزع جزئ ماء برضو طيب هل عذا الشكل بدي اتركه بدا روك لشغلي تاني بدين بدي ارجع له. هلا انا بدي افرض انه انا كنت في ساحة مدرسة مثلا في ساحة مدرسة وكان في طالبات صف تاسع الف تاسع بات تاسع جيم كلهم بها الساحة انا والمرا بدخل زيارة على المدرسة فاجل المدير قل لي اسمه يفصل لي طالبات تاسع الف عن با عن جيم انا ما بعرف انا ما بعرف اسماءهم والاشكالهم انصر جديدة بحكي لي اه اه صاح نزيد احكيلك طالبات تاسع الف لابسات تشالات بيض تاسع با لابسات تشالات سود تاسع جيم لابسات تشال مثلا لونه الخمري انا هاد الشال ساعدني اني انا افصل اميز بين طالبات تاسع الف عن تاسع با عن تاسع جيم قياسا على في عندي شي اسمه بالبايو كوميستري هون في مادتنا المجموعة الوظيفية شو المجموعة الوظيفية عبارة عن مجموعة معينة اذا اجتمعت يعو اذا وجدت في في تركيب كيميائي معين بتدلني هاي مثلا حموض امينية يعني بروتينات هاي مثلا خلنا نحكي كربوهايدرات هاي بتدلني اذا بتساعدني انه انا بميز بين المركبات والعضوية مشان عندي مركبات عضوية عديدة اخدناها كربوهايدرات بروتينات اه لبيدات وحموض نووية في عندي مجموعات بتساعدني اذا جبت لك اكثر من شكل انا وقلت لك قسم يلا انسيب كل واحدة وان الكربوهايدرات وان البروتينات وان الحموض نووي وان الليبيدات هاي المجموعات الوظيفية امي بتساعدنا ان احنا نميز بين المركبات العضوية هذا الحكيه موجود هون هاي احنا سبق سبق واخدنا سبق واخدنا بتيلي سبق واخدنا نرجع هناك طيب مزاكتين المجموعات اللي حكينا عنها احنا طب بدي ارجع عنه هون هلا حكينا الحموض الامينية انا انا براجع لك مراجعة سريع لي قلنا الكاربوكسيل سي او او اتش الهايدروكسيل او اتش الامين ان اتش تو و ايش حكينا كمان الفوسفات في او فور مانستلات هدول مجموعات وظيفية طيب هلا قلنا كل حمض اميني كل حمض اميني في مجموعتين لازم تكون وشين المجموعتين مجموعة كاربوكسيل و مجموعة امين كربوكسيل و امين طيب هلا حبا انا الان بدي ارسهم هاد الحموض الامني بدي ارسم شين دي هون 3 حموض امينية هياتهم انا الان بدي ارسهم بالتفصيل بدقة معينة يلا نرسهم شو الاسم الضرة اللي هي تعتبر المكون الاساسي في المركبات او رضوي كربون 3 حموض امينية يعني اساسهم تلاتة كربونات هاي واحدة والولا وهي التانية وهي التالتة. تمام تمام. كل ذرة كربون في عليها اربع روابط. حلو. طيب. طبعا هادي اساس حمض امين. هذا الحمض الامين الاول. هم بده ارسم التاني وهم بده ارسم التالت. ممكن ارسم اكتر طبعا. بس انا بديها دور الثلاثة. هلأ كل حمض اميني في عنده مجموعة كربوكسيل اللي هي سي او او اتش. سي دابل بوند او او اتش في عنده مزموعة امين. ان اتش تو. الحمض الاميني التاني بس دا احطهم بلون تاني عشان تميزوهم. سي دابل بوند او او اتش. وان اتش تو. حمض الاميني التالت. سي دابل بوند او او اتش وان اتش تو. صار عندي هذا الحمض الاميني الاول تاني التالت. طيب الحمض الاميني الاول طبعا احنا عارفين انه في عندي هون هذا العنصر بيجي عبي روابط الاتش وتحت في عندي مجموعة الار. الحمض الاميني الثاني في برضو فوق الاتش تحت في عندي مجموعة الار اللي هي بتكون مختلفة عن الار والاولى. الحمض الاميني التالت. في برضو عندي فوق الاتش تحت الار سلسلة الجانبية هادي السلسلة الجانبية. اذا حكيت لك وانا عندي كم حمض اميني عقل الارات عقل الثلاثة الجانبية واحد تنين تلاتي انا عندي لهم 3 حموض امينيه لسه مش مرتبطات مع بعض عشان يعطوني بروتين لسه مش مرتبطات مع بعض عشان يعطوني بروتين يا امي طيب هذه الثلاث حموض امينية ثلاث اما انا بدي اربطها حكينا بيرتبطوا بواسطة رابطة تساهمية بابتدية وحكينا لا تتكون هذه الرابطة الا بنزع جزي ماء طبعا انا لان بدي انزع جزي ماء يلا بدي اخد لون ثاني وانزع فيه جزي الماء خلنا ناخد اللون بدي اجرب لابيض يلا كيف بتمنزع جزي ماء عشان تتكون الرابطة اللي بيبتديه وبالتالي لازم يرتبطوا تلاث حموض امينية مع بعض طيعتوني بروتين هلا شوفوا حبادي يتم نزع الماء مجموعة الكربوكسيل مش هادا حمض اميني وهذا حمض اميني وهذا حمض اميني مجموعة الكربوكسيل في الحمض الاميني هاد ترتبط مع تطلع مع الهيدروجين من مجموعة الامين في الحمض الاميني اللي بحدها مباشرة O H من الكاربوكسيل مع E من الامين شو بنتج عندي بنتج عندي herb influenti H2O у exhaustion H H2O واحدة واحدة ريجي مرة تاني هون هيهم تين مرتبطوا مع بعض هدول الحمض الماثين الامينيين O H من مجموعة الكاربوكسيل في هذا الحمض الاميني بتيجي بترتبط بتتحدى بتطلع مع الهايدروجين هذا من مجموعة الامين في الحمض الاميني الثاني اللي بجنبه اللي اللي بحده فبشو بديطل عندي بديطل عندي برضو اج تو او ف quais هيك بتم من أن مصدر الочь مجموعة الكاربوكسيل في الحمض الأميني هاد من مجموعة الأمين في حمض أميني اخر działف من مجموعة الكاربوكسيل في حمضه معين مع ح من مجموعة الامين في حمضه الأميني اخر هلا طلعوا الجزيات ما انا بدي بدي احذفهم اني بدي اطلعهم انها جزئات ماء خلص هيني انا لاحظوا انا عم بحذف فيهم او اتش ما اتش الماء اللي طلع انا عم بحذف فيه الان هاي اللي بدي اشيله خلاص نفت عندي جزئة ماء طلع. تمامي كيض هلا. اذا هون خلاص نزل عندي ماء هاي انا طلعت وهون نزل عندي ماء بس انا شلته من فوق. الان شوف امي بالصف الان والسي تنتين مش مرتبطات مش مرتبطات برتبط الماء سوا هلا. هاي الرابطة هي تساهمية ببتدية هون برضو الان مع السي برتبط وهذه الرابطة التساهمية ببتدية هي تساهمية ببتدية. اكم حمض امين يعني عندي هون تنين تنين حمض اميني تنين حمض اميني. اكم رابطة ببتدية اقفا تلات حمض اميني تلات حموض امينية واحد معده الارات تنين تلاتة. اكم مرابطة بابتدية? تنين. رابطة تساهمية بابتدية. طب. اكم جزء ماء تم نزع? تنين. جزء ماء. تم نزعه. تم نزعه. نفس قاعدة السكريات. كنا نقول اذا في عنا عشرين سكر احادي. تسعتاش رابطة غلايكوسيدية تسعتاش جزء ماء تم نزعه. تلاتين سكر احادي ارتبطوا مع بعض. معناها تسعة وعشرين رابطة غلايكوسيدية تسعة وعشرين جزء ماء تم نزعه. نفس القصة هون. نفس العلاقة. عندك عشرين حمض اميني مثلا تسعتاش رابطة بابتدية تسعتاش جزء ماء تم نزعه. عندك اتناعش حمض اميني مثلا ارتبطوا مع بعض. معناها احداش رابطة بابتدية نفس العلاقة بتبعت السكريات نفسها مطبقة هون. طيب بعد الحكي نوعا ما فهمتوها لابدك تضلك متذكره بديهاك تضلك متذكره امي. هلا بدي روعد رسيه. يلا. عشان نبلش من حيث انتهينا ان شاء الله. يلا. هلا الحمض الاميني بايش بختلف عن الحمض الاميني? الحمض الاميني يختلف عن الحمض الاميني بسلسل الجانبية. الحمض الاميني كل الحمض الامينيه نفس مجموعة كل الحموض الامينيه نفس مجموعة الكاربوكسيل هيا كاربوكسيل كاربوكسيل ونفس مجموعة الامين امين 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 بايش بختلف عن بعض بختلف عن بعض مثل ما حكينا زمان بهاي بالار سلسل الجانبية تختلف عن هاي السلسل الجانبية تختلف عن هاي السلسل الجانبية طيب اذا بنحكي احنا البروتينات تتكاوم من حموض الامينيه الحموض الامينيه تختلف عن بعض بالسلسل الجانبية بار طب البروتينات نفسها بتختلف عن بعض البروتينات نفسها بتختلف. البروتينات يا ماما تختلف عن بعضها البعض مش هي بتكون من حموض امينية تختلف عن بعضها البعض بواحد اختلاف الحموض الامينية الداخلة في تركيبها يعني تختلف عن بعض حسب تركيب الحموض الامينية حسب تركيب الحموض الامينية. طب ثنين تختلف حسب عدد الحموض بجوز العدد بفرق نفس التركيب مثلا بس العدد بفرق. عدد الحموض الامينية وتسلسل الحموض الاميني الداخل في تركيبها. اذا تختلف البروتينات عن البروتينات الاخرى. حسب تركيب الحموض الاميني الداخلي في تركيبها. عدد الحموض الامينية يعني بروتين في 20 حمض اميني يختلف عن بروتين في 15 حمضوض اميني. يختلف عن بروتين في 10 حموضة امينية او تسلسل الحموض الاميني ترتيبها يعني افرض في عندك انت حموض اميني حمض اميني كان ترتيبه مثلا شاك الحمضه الاميني قلنا عبارة عن البروتين عبارة عن حموض امينية افرض كان عندي اي. 1 و 2 5 وهاي 5 هاده بروتين 1 وهاده بروتين 2 مثلا هادا للتوقيع. نفس العدد. ونفس الحموضه الاميني نفس recognizing تركيبها. نفس تركيبها انا عم بحكي. طب افرض هون كان عندك سيرين سستين. هون كان عندنا سيرين سيرين سستين. طب لاحظ هاي الحموض لامنية نفس العدد ونفس التركيب. شو اختلفت? اختلفت بالتسلسل. التسلسل يعني الترتيب. الترتيب يش كان مختلف? هون مثلا غلايسين سيرين سستين غلايسين سيرين. هون سيرين سيرين غلايسين سستين غلايسين. اذا ترتيب الحموض الامنية اختلف. اذا تختلف لبراتينات عن بعض. حسب. تركيب الحموض الامنية فيها. عدد الحموض الامنية وتسلسل الحموض الامنية. التسلسل يعني هو الترتيب. التسلسل هو يعني الترتيب. اذا قلت لك الان. في عندك بروتينين. نفس الحموض الامنية نفسها ونفس العدد شو بكون الاختلاف بالتسلسل بالتسلسل افرض حكيت لك عندك نفس الحموض الامنية ونفس التسلسل طبعها او ترتيبها شو بكون الاختلاف اختلاف بكم يعادلها الاختلاف بعملها